اذا لو انا هجاوب على السؤال هل الله يدعونا الى ان نموت من اجليه لا لانه بيدعونا ان احنا نموت عن الخطيئة عشان نعيش حسب ارادته الصالحة الكاملة لكن مش بيدعون ان اموت عشان ارضيه موتي مش هيرضى الله ده بالعكس لكن من ناحية تانية انه لو الامر اضطر ان اموت من اجل الله اذا فيه مثلا موقف انه يطلب مني انكر ايماني او اقادل الخطيئة انا عاوز ارفض حتى لو الامر ادى الى قتلي ده صحيح تماما حرج السيس وعشان كده ده بيقودنا للكتاب المقدس مرة تانية وبيتكلم عن من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجل كانوا مات كل النهار قد حسبنا مثل غنمي للذبح هنا بيتكلم عن ان الموت مش هيفصلنا عن محبة المسيح لما يجي واحد يخيارني بين ايماني بين ترك ايماني المسيحي او ترك تبعية المسيح والموت لا هاختار ان انا اؤمن بالمسيح وشوفنا مثلا استفانوس اول شهيد للمسيحية استفانوس بيقدم نفسه وحياته وبيشهد عن المسيح كمان بيقدم الشهادة رائعة بيقدم عيزة رائعة في سفر الاعمال اصح سبعة فهنا الاختيار هاختار ايه لا هاختار ان انا يعيش مع المسيح او انتقل بالموت الى ان انا اكون برضو مع المسيح فالموت والسيف وانا اعتقد ان الاية دي بتنطبق علينا النهاردة واذا كان السيف هو اللي بيشهره عدو الخير واذباع الشيطان في وجه المؤمنين عشان يتركوا الايمان لكن نشكر الله جسيس نزار ان المؤمنين الحقيقيين حتى ولو كانوا بسطاء وفي تاريخ كبير جدا جدا في الكنيسة حتى الناس اللي هم راحين على زي ما بنقول بالتعبير المصري راحين يجروا على لجمة العيش في ليبيا ويخيروا بين ان يتركوا المسيحية ويؤمنوا بالاسلام او يموتوا باختاروا الموت هو ده المعنى ان انا مستعد ان نموت لكن على الناحية التانية يا جسيس نزار انا بشوف ناس تتبرع ان تموت لتهلك الاخرين وتقتل الاخرين وتدمر الاخرين ليه؟ لانه هو اله وانا دايما بغض النظر عن اي اله انت بتعبده بس اي اله بيأمرك بقتل الاخر حسب فكر الكتاب المقدس هذا والشيطان بعينه لان الشيطان لم ياتي الا ليسرق ويزبح ويهلك اشتركوا في القناة